غرم العمري أنت إداري ولك خبرة في هذا المجال إيش يعني كلام أبو سبعان لما يقول الضغوط على الاتحاد أكبر وهي من ستجعل الاتحاد يخسر النهائي وأن الفيصل لي معا لي ضغوط رغم أنه أول مرة يصل النهائي ولا طبعا شوف أنا أتفق معا أن الفيصل لي معا لي أي ضغوط مجرد وصولهم بالمبرانة النهائية أعتقد أنه مونجز كبير بالنسبة للضغط للاتحاد أنا أعتقد ما راح يكون في ضغط فيه يعني كلنا نعرف جماهير الاتحاد الكبيرة والعريضة كيف يكونوا دعامة كبيرة لعيبتهم داخل الملعب ولكن يعني صراحة أنا أشوف الفيصلي يتفوق إداريا على نادي الاتحاد النادي الفيصلي وبكل صراحة الفترة السابقة هذه اللي شايفينها شايفين هدوء ما في أي تصاريح من الإدارة جارسين يجهزوا فريقهم بهدوء تتكلم على الأستاذ فهد المدلج خبرة كبيرة الأستاذ وائل المدلج خبرة كبيرة الأستاذ محمد المطيري يعني بصراحة جهاز إداري رائع جدا أنا أعتقد إذا كان فيه خوف على الاتحاد فيه هو في التجهيز التجهيز الفيصلي خبرتهم أكبر العفونا الاتحاد في المقابل بعد حمد الصنيع عنده خبرة يعني كان معا الفريق في الفترة الذهبية في البطولات الآسيوية تتكلم عن أسامة المولد عنده خبرة كبيرة في الجيل الذهبي الاتحادي صحيح 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 بس الاتحاد حاليا ليس بهو الاتحاد اللي في السنوات الماضية كأسماء كلاعبين نحن نتكلم عن مثلا الأستاذ حمد الصنيع لما كان مع الفريق الذهبي كان أسامة كان فيها يا راجل كان فيه نجوم جوة الملعب يعني كفيك محمد نور يعني بنص فريق الوحده إضافة الحمد المنتشري محمد الخليوية الله يغفر له يا رحمه أسماء كبيرة يعني ما بغضكوا راحت منافب وشقير فيه فرق في الأسماء داخل الملعب لك أنا أتكلم الحين على الإعداد اللي حنا نشوفه بالنسبة للفريقين أنا أشوف الفيصلي جالسين وبصراحة يعني الاتحادين عليهم يخضوا الحذر صراحة محمد تتفق مع أبو خالد والله أتفقوا أجزاء كبيرة مع أبو خالد أبو خالد تتكلم من واقع خبرة أعطانا قراءة فنية كويسة عن الفريقين أنت تتكلم عن الاتحاد اتحاد المجموعة الحالية صحيح الأسماء اللي قالها أبو خالد الموجودة اليوم في الاتحاد مهل موجودة يا محمد نورو يا محمد المنتشري وسامن مولد وريضا تكر ومبروك زايد والأسماء الكبيرة اللي كانت موجودة منافب وشقير هذا تاريخ لكن أيضا حتى لعبة الفريق لكن اللعيبة اللي موجودين أنا كان مسألة في النقاش الإداري التجهيز لا التجهيز بالعكس حمد الصنيع عنده الخبرة الكافية المجموعة الشابة اللي معانوا في مجلس الإدارة عندهم الخبرة الكافية اللعيبة أنفسهم اللي موجودين اليوم عندهم طموح كبير أنهم يحققون شيء لهذا الجمهور العريض اللي يكون وراهم يعني تتكلم على فيلن ويف والمستوات اللي قدمها في الفريق تتكلم على العكاشي ولو أنه ما توفق في مباريات كثير ولكن العكاشي اللي يثقلوا ممكن يقدم شيء كويس تتكلم على فهد الأنصاري تتكلم على فواز القرني تتكلم على الدحيم تتكلم على أحمد عسيري تتكلم على مجموعة من اللاعبين أنا متأكد أنهم متى ما كانوا في يومهم وبدون الثقة المفرطة وعدم استحقار أو خلينا نقول عدم الاستنقاص من الخاصة من اللي هو الفيصلي الفيصلي ما عليش لو استنقصوا من اللاعبين الفيصلي أنا أعتقد أنهم هيتعرضوا لهزيمة يعني تتكلم في الدور الأول الفيصلي فايز على الاتحاد 2-1 تتكلم في الدور الثاني تعادل ثلاثة ثلاثة والاتحاد اللي كان متعادل بصعوبة تتكلم عن لعيبة موجودين كويسين في الفيصل تتكلم عن غستاف وتتكلم عن رجيل وتتكلم عن أبو سبعان تتكلم عن لعيبة الثنين اللي انتقلوا للنصر في أولى الصفقات اللي كانت ملوئة وعلنت مؤخرا أعتقدوا اللاعبين باكي مين وباكي سار تتكلم على مجموعة من اللاعبين مميزين في الفيصل وفيه تركيبة مميزة في هذا الفريق قادرين يهزمون أي فريق يواجهونه فما بالك إذا كانوا متأهلين لنهاية كاس ملك وحيكون عندهم التأهل لسوبر وحيكون عندهم آسيوية يعني طموح كبير أمام الفيصلويين يمكن يحققونه أمام الاتحاد هو ذات الطموح للاتحاد لأنه ما أخذ مقعد في الدوري ممتاز ولكن نفس الطموح الموجود في الاتحاد هو موجود في الفيصلي الضغوطات حتكون بشكل كبير جدا على الاتحاد حضور ستين إلى ثمانية وخمسين إلى خمسة وخمسين ألف متفرج أنا أعتقد أنه سيكون شيء مؤثر جدا على لعيبة الاتحاد هل توقعك؟ توقعي إذا كان في لنوافة في يومه هذا اللاعب بالتحديد أنا أتوقع الاتحاد حق كاس الملك وإذا ما كان في يومه؟ إذا ما كان في يومه والمجموعة ما ساعدت بعضها حتى وإن لم يكن في يومه أنا أعتقد الفيصلي ممكن يكون بطل كاس الملك ولكن المؤشرات المؤشرات اللي أنا أشوفها بشكل شيء أنا أتكلم على فريق الفيصلي فايز على الاتحاد الدرور الأول متعادل معا ثلاثة ثلاثة أوقف عدد من الفرق تطلع تأهل من أمام الأهلي فإحدى مواجهاته برضو عطيت عليه توقع إذن؟ اللي أمام الأهلي إن الفيصلي أفضل فنيا من الأهلي طيب هل هو أفضل فنيا من الاتحاد؟ حاليا زي الاتحاد في النهاية أنا أقول لك في النهاية الاتحاد فنيا يعني الاتحاد فنيا أفضل من الأهلي هي نعم ليه؟ بجزئية واحدة الأهلي أول كان عنده الآشيوية وعنده الدوري وعنده كاس ملك فبالتالي مشتتتين فنيا ينقصون طيب أبو خاد كانت عندك جزيات بالدخل فيها تفضل لا لا أنا لما أتكلم قبل شوية أنا أقول لك إداريا على الفيصلي أخوي سلطان ليس تقليل في دارة الاتحاد أنا أتكلم عن خبرة الجماعة في نادي الفيصلي صحيح شفت الفريق اللي قدموه لنا السنة هذه إضافة كبيرة شوف النادي الوحيد من سنوات كثيرة ليتعامل مع الاحتراف بشكل كبير كيف جالس كل سنة ويطلع لعيبة جدد وجالس يبيع مبالغ جدا ممتازة نادي ما عمرك تسمع عليه شكاوي ما تسمع عليه مشاكل دائما فيه استقرار يعني من يوم ما صعد الفيصلي ترى يمكن موسم واحد اللي ينافسه على الهبوط والباقي دائما في المتوسط صحيح فطبعا الإشادة بإدارة نادي الفيصلي ليس تقليل في إدارة نادي الاتحاد اللي يحترمهم وقدرهم كلهم ولكن بسراحة نادي الفيصلي يملك رجال سراحة أي نادي يتمنون صحيح